تعزيزا للتنسيق والتعاون المستمر في مجال مراقبة الحدود البرية وفي إطار الاتفاقيات الأمنية ذات الصلة بحث المدير العام للإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية اللواء فؤاد الأثري مع قائد المنطقة الرابعة بالعراق اللواء روكون سلام كاظم مجالات التعاون المشرك بين البلدين وقالت زارة الداخلية في بيان أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق التكامل الأمني بين أجهزة أمن الحدود في البلدين ولاطلاع على استعدادات الأجهزات الأمنية لحالات الطوارئ بما يضمن أمن وسلامة الحدود البرية المشتركة وناقش الاجتماع سبل تبادل المعلومات وأهمية دور ضباط الاتصال بين الجانبين